بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الندوة الخاصة بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق وثباتها على مواقفها ومبادئها الشرعية والوطنية ولأجل ذلك جاءت هذه الندوة بعنوان هيئة علماء المسلمين تأريخ ومواقف وتعقد هذه الندوة في ظروف استثنائية حيث يواجه العالم كله خطر جائحة بايروس كورونا نسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين والناس في جميع أنحاء العالم السلامة من هذا الوباء ونقيم هذه الندوة بطريقة افتراضية مراعاة لإجراءات السلامة والصحة التي تتطلب ذلك وهو ما حرصنا عليه والالتزام به وتتضمن الندوة ورقتين الأولى لمساعد الأمين العام لشؤون الثقافة والإعلام والناطق باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العام والورقة الثانية لمسؤول القسم السياسي في الهيئة الدكتور مثنى حالث الضاري وستكون بين الورقتين شهادات ومواقف لعدد من علماء الأمة ومفكريها ودعاتها بحق هيئة علماء المسلمين في ذكرى تأسيسها ونبدأ على بركة الله تعالى هذه الندوة مع مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة والإعلام الدكتور عبد الحميد العاني ليقدم ورقته الخاصة عن الهيئة وناشاطاتها المختلفة فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وعلاه أما بعد حييكم أيها الإخوة الكرام أيها المشاهدين المستمعين في كل مكان حياكم الله في هذه الذكرى الذكرى السابع عشر لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق هذه الذكرى التي تمر علينا هذا العام ونحن في ابتلاء عم البشرية جميعا نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن الجميع أيها الإخوة الأحباب في هذه الندوة أحببنا أن نطل عليكم كعادتنا في السنوات الماضية متذكرين بعض المواقف لهيئة علماء المسلمين وجانب من تاريخها والحديث عن رؤيتها ربما في قابل الأيام كما تعلمون قبل سبعة عشر عاما حينما حلت كارثة الاحتلال على العراق وابتلي العراقيون جميعا بهذه البلوة وتفرق الناس بين مندهش وبين مبايع ومتابع ومشارك مع الاحتلال مع الأسف فإن هناك ثلة ثلة كبيرة كانت على استعداد لمجابهة هذا الاحتلال مجابهة مشاريعه والتصدي له بكل السبل وبكل الوسائل من هذه الثلة المجابهة والمواجهة للاحتلال كانت هناك ولله الحمد ثلة من العلماء القسم الأكبر الجانب الأكبر من هؤلاء العلماء الذين كانوا داخل العراق وقسم منهم كانوا خارج العراقي الذين حيث استعدوا لمثل هذه الكارثة وهذه الواقع حتى قبل وقوع الاحتلال وكان هناك رابطة علماء المسلمين في القارج التي اشترك فيها العديد من علماء العراق الذين كانوا يقيمون خارج العراق في ذلك الوقت وكان منهم شيخنا المرحوم حاند الضالي رحمه الله تعالى الذي شارك في تأسيس تلك الرابطة وشارك معها ومع إخوته من العلماء في ذلك الوقت في الإصدار العديد من البيانات لتوجيه العراقيين وتوعيتهم والتنبيه على مثل هذه الناس عقب الاحتلال تداعى العلماء في داخل العراق بعد أن انحلت الدولة وانهارت وأسقطت كل المؤسسات وتوقفت الحياة فتداعى العلماء في بعض الجوانب وكلهم في مدينته وفي القسم الذي يعيش فيه للتآصف فيما بينهم والتناصح والتواصي وإلى غير ذلك فكان بعد أيام كما تعلمون أن تأسست هيئة علماء المسلمين في العراق التي كان في بداية الأمر واجبها هو رعاية شؤون المساجد وما يتعلق بعلمائها ومشايخها ولكن انطلاق من الواجب الشرعي لعالم الشريعة الذي يجب أن يبدي النصحة للعالم بالناس في كل أمر يتعلق بالحياة لأن الدين الإسلامي دين حياة فلذا رأينا أن الهيئة قد توسعت وافتتحت لها فروعا داخل العراقي ومكاتب خارج العراق وتمددت لتبني جسمها يوما بعد آخر فكانت هناك عدة أقسام للهيئة كل يقوم باختصاصه ويهتم بجانب من جوانب شؤون الحياة التي لا بد أن يكون للعلماء الشريعة دور في ذلك في مساعدة الناس في هذا الجانب وأو ذاك اليوم وبفضل الله تعالى بعد هذه المسيرة الطويلة فإننا نحمد الله أننا ثابتون على نهجنا الذي اختطناه لأنفسنا منذ البداية والرؤية التي رأيناها منذ البداية يوما بعد الآخر تتحقق كثير من نتائجها وتوقعاتنا وبما فيها ما شهداه العراق في الأشهر الماضية من ثورة التشرين حيث ثار جميع أبناء الشعب العراقي أو كثير غالبية الشعب العراقي من كل أطيافه لتتوافق رؤيتهم وخطابهم ودعاويهم مع تلك الرؤية والخطابات التي كنا ننادي بها منذ اليوم الأول وهذا شيء يفرحنا لأنه دليل على أن هناك تناميا في الوعي لدى ابناء الشعب العراقي كما كنا نتوقع وكنا نأمل الغية اليوم أيها الأخوة فيها أقسام كثيرة جدا وربما إذا أردنا أن نعدد هذه الأخسام بحسب ترتيبها الهجائي فهي القسم الاجتماعي والقسم الإداري والقسم الإعلام والقسم الإغاثي والقسم الثقافة قسم حقوق الإنسان قسم الدعوة والإرشاد والقسم السياسي والقسم العلاقات والقسم العلمي والقسم الفتوى وقسم متابعة الفروع والقسم المهني لكل قسم من هذه الأقسام آلاته وأدواته وجهوده التي يشهد بها القاصي والداني ربما إذا أردنا أن لا نستطيع طبعا في هذه العجالة وهذا اللقاء أن نعرف بكل هذه الجهود لكل هذه الأقسام تفصيلا لكن ربما نذكر جانبا أو بعض الجوانب مما تميزت به خلال الهيئة خلال هذه المسيرة المباركة فعلى سبيل المثال ربما الكثير من أبناء الشعب العراقي يشهد ولله الحمد بجهود الهيئة في القسم الإغاثي الذي مد يد العون لأبناء شعبنا العراقي في العديد من المحافظات التي حصلت فيها المآسي بسبب الاحتلال وآثار الاحتلال بسبب ما سمي بتحرير المدن حينما دمرت هذه المدن على يد الأجهزة الأمنية والميليشيات المتحالفة مع إيران والمتحالفة أيضا مع الاحتلال الأمريكي حينما شردت ملايين من أبناء المحافظات وسكنوا في العراء فكان للقسم الإغاثي جهود كبيرة ولله الحمد ولا زالت مستمرة في بناء المخيمات ومد يد العون للمحتاجين والحملات الإغاثية اليوم ولله الحمد يشهد بها القاصي والداني في عموم العراق لدينا الحمد لله بعد هذه المسيرة الطيبة المباركة خاصة في القسم الإعلامي أذرع إعلامية عديدة من خلالها نوصل رسالتنا رسالة الهيئة وخطابنا ورؤيتنا ونوصل رأيها وخطاب الشارع العراقي الذي تحاول أجهزة السلطة وأجهزتها الأمنية وميليشياتها تكتيم أبناء أفواها أبناء الشعب العراقي والتعتيم على الحقيقة فيها وسائلنا الإعلامية الحمد لله اليوم كثير جدا يعني المنصات الإلكترونية المواقع لدينا أكثر من أربعين منصة إعلامية ما بين موقع إعلامي وحسابات تويتر وفيسبوك وإستجرام وتليجرام والعديد منها كلها تقوم بإيصال هذه الرؤية وإيصال الحقيقة للعالم أجمع ولدينا مواقع ليس فقط باللغة العربية وإنما حتى وحسابات باللغة الإنجليزية وباللغة التركية وفي قابل الأيام إن شاء الله يكون لدينا حسابات أيضا باللغة الفرنسية كل ذلك سعي مننا لإيصال صوت العراقيين وعمومهم وحقيقة آلامهم ومآسيمهم والانتهاكات التي يتعرض إليها إلى عموم العالم لدينا ولله الحمد أيضا بعد هذا الجهد الكبير في هذه السنوات كما هو معلوم قناة الرافدين الفضائية التي يشهد القاصي والداني بجهدها وجهادها في كشف الحقائق عما حل بالشعب العراقي وكوارثه والانتهاكات الكبيرة والكثيرة التي يتعرض لها أبناء العراقي في كله من أقسامنا التي ربما أيضا متميزة ويعرفها الكثير ويشهد لها القاصي والداني قسم حقوق الإنسان الذي صوته اليوم مسموع وتقاريره وصلت إلى أرويقة دولية كبيرة العديد اليوم من المنظمات الحقوقية الدولية تعتمد على قسم حقوق الإنسان لأنها هذه المؤسسة المنظمات باتت تعتمد على هذا القسم وتثق به لمهنيته ودقته في تقاريره بل تقارير حقوق الإنسان قسم حقوق الإنسان اليوم تصل حتى إلى المنظمة الأممية والمجتمع الدولي عموما فضلا عن قيامنا في الأقسام الأخرى بالتعاون مع القسم الإعلامي والقسم السياسي في إيصال هذه التقارير إلى الأرويقة السياسية في العديد من الدول الأقسام كثيرة كما قلت لكن ربما أيضا مما نفخر به أيضا في قسم الثقافة حيث لدينا عدة مراكز للدراسات تابعة لهذا القسم بعض منها تابعة لقسم الثقافة والبعض الآخر مراكز دراسات تتبع للقسم السياسي كذلك يولي الله الحمد استطاع هذا القسم فضلا عن ندواته والمؤتمرات وغيرها تبني أو تأسيس دار للنشر هي تقوم ليس فقط في تولي طباعة إصدارات الهيئة وأدبياتها بل السعي لطباعة التراث العراقي لعلمائنا السابقين في مختلف مجالات الثقافة والمعرفة والفكر وإبراز ذلك وإيصاله إلى العالم أجمع فضلا عن واجب الوقت في بيان ما يحتاجه أبناء الشعب العراقي هذه الأيام من أمور من كشف حقائق وتوعية وغيرها الأقسام الأخرى كل منه يقوم بواجبه وبدوره تتكاتف هذه الأقسام فيما بينها لإيصال هذه الرسالة وسعية لكشف هذه المأساة عن أبناء الشعب العراقي سعية هذه الأقسام جميعا لمساعدة أبناء الشعب العراقي ماديا وفكريا سياسيا نسعى بجهود كبيرة جدا للتواصل مع المنظمات القوى العراقية داخل العراق لتوحيد الرؤية والتوصل إلى مواقف في العديد من المفاصل الحياة أو المفاصل السياسية التي يتعرض لها الشعب العراقي اليوم هناك العديد من المواقف التي نستطيع الحمد لله من خلال تواصلنا مع هذه القوى إلى تأسيس موقف موحدة ورؤية موحدة فضع المشاريع الوطنية التي سابقا أسسناها وقدمناها إلى المجتمع الدولي والمنظمة الجامعة الدول العربية وغيرها ونسعى إن شاء الله تعالى إلى الوصول إلى تخليص العراقي من هذه المأسات والمآسي التي حلت عليه بسبب الاحتلال وبسبب عمليته السياسية التي ما جاءت إلى العراق والعراقين والمنطقة إلا بالمزيد من المآسي من خلال هذا اللقاء أعتذر إلى بقية الأقسام ربما إذا مررت على ذكرهم مروراً سريعاً لا يتسع الوقت لبيان كل الجهود وتفصيلاتها لكن أيضاً من ضمن جهودنا نحن في كل سنة نقوم بطباعة كتاب نبين فيه جانب الجانب المهم والذين نستطيع أن نعلنهم من خلال من نشاطات هذه الأقسام بالتفصيل ليطلع عليه أبناء العراقي وغير العراقيين كذلك أيضاً لا ننسى الفروع فروع الهيئة المنتشرة في محافظات العراق من الذين يعمل كل منهم كل هذه الفروع تعمل بحسب طاقتها وبحسب ما يتاح لها من وقت ومن ضرف أمني رغم الملاحقات الأمنية رغم التضييق الأمني رغم المخاطر الشديدة التي يتعرض لها أبناء العراق عموماً كل صوت حر اليوم يتعرض إلى الضغط فضل عن الهيئة التي تتعرض إلى المزيد من الضغط الكل نذر نفسه للقيام بواجئه به وكشف الحقائق والقيام بدوره بيان الحق وفضح الباطل نسأل الله تعالى أن يبارك بهذه الجهود جميعاً نسأل الله تعالى أن يبقينا ثابتين على هذا المنهج على هذا الحق نسأل الله تعالى أن يرينا الحق دائماً ويثبتنا على اتباعه ويرين الباطل ويجنبنا الوقوع فيه سأل الله تعالى التوفيق لجميع القوى لجميع أبناء الشعب العراقي لجميع أبناء الشعب العراقي الحر الذي يسعى إلى الخلاص آملين بغد مشرق إن شاء الله تعالى وآملين بأن تنكشف هذه الغمة عن العراق والغمة عن البشرية عموماً سأل الله تعالى التوفيق لنا وللجميع وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور عبد الحميد العاني على هذا العرض الوافي والموجز في التعريف بالهيئة ومواقفها التأريخية ونشاطاتها الإعلامية والثقافية والعلمية والدعوية والإغاثية والاجتماعية وغيرها والآن مع شهادات لثلة من علماء الأمة ومفكريها وأساتذتها بحق هيئة علماء المسلمين في العراق وجهودها ومواقفها سواء على مستوى العراق ومستوى الأمة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وبعد فهذه شهادة على جدارة واستحقاق في حق هيئة العلماء المسلمين بالعراق والتي عاصرت الشيخ المؤسس الشيخ حارث الطاري الذي ألفيته أسدا هصورا وعملاقا وعبقريا لا يخشى في الله لومة لائم هذه الهيئة التي تأسست عام 2003 قامت على ميراث النبوة وهي تتسم بهذه الخصال الصدق والأمانة والفطانة والرسالة والجهاد والمجاهدة وقامت على جملة من المبادئ والقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هيئة علماء المسلمين في العراق في هذه الذكرى تأسيسها بعد هذه السنوات الطويلة أود في هذا التسجيل القصير أن أسجل لها هذه التحية وهذا التقدير وهذا العرفان في الحقيقة هيئة علماء المسلمين في العراق وإن كانت يعني عراقية فلم تقصر يوما ما فيما أحسب وفيما تابعت وفيما أعلم عن قضية من قضايا المسلمين هيئة علماء المسلمين في العراق اهتمت بقضية فلسطينة اهتمت بقضية سوريا اهتمت بقضية تركستاني الشرقية بقضاء المسلمين في أنحاء العالم هيئة علماء المسلمين في العراق في الحقيقة مثال ونموذج يحتزى في العمل العلمائي والقائمون عليها رئيسا وأمينا عاما ومسؤولين ومتحدثين رسميين ومسؤولي للأقسام فيها السياسية والإعلامية والعلاقات وغيره يقومون بواجبهم على أكمل وجه أناس يتميزون بالشفافية بالصدق بالإخلاص بالتفاني في العمل بالوفاء لقضايا الأمة فهذه الهيئة أعتبرها هيئة نموذجية هيئة مميزة هيئة تقوم بالعمل العلمائي الحقيقي الخادم للأمة على طريق صحوتها المباركة أتمنى لها في ذكرى تأسيسها كل التوفيق وكل التفوق وكل القبول من الله سبحانه وتعالى خدمة لهذه الأمة وترشيدا في الفكر واهتماما بقضايا الأمة كلها جزى الله هيئة علماء المسلمين العراقية خير الجزاء ووفق القائمين عليها على عمل الخير ونفع الغير وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شرفني أن أتحدث اليوم عن هيئة علماء المسلمين في العراق هذه الهيئة التي ولدت في قلب المعاناة ونشأت وجاءت مشروعا مقاوما للظلم والطغيان والاحتلال من أول يوم من أيامها واستمرت على ذلك ولم تغير ولم تبدل طوال وقتها وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما من عمرها أو سبعة عشر عاما وهي ثابتة على الطريق السوي في مواجهة المحتل والاعتداءات الخارجية على العراق بكل صورها وأشكالها وعانى علماؤها ورئيسها رحمه الله ومؤسسها الشيخ حارث الضاري عانوا من جراء هذه المواقف الكثير من أعداء هذه الأمة ولكنهم لم يغيروا ولم يبدلوا فبقيت مشروعا داعما للمقاومة المنضبطة والمنصفة والمحقة في كل هذه المدة واستمرت على ذلك وامتازت بأنها لم يحملها الظلم والعدوان على التطرف ولم يخضعها الجبرود والطغيان ويحملها على التنازل فهذه ميزة هذه الهيئة التي يشبهها في كثير من الأحيان بجمعية العلماء المسلمين في الجزائر التي قادت مشروع مقاومة المحتل الفرنسي فوجهت هيئة علماء المسلمين ودعمت مشروع مقاومة المحتل الأمريكي وكل أشكال العدوان والتدخل الخارجي في أرض العراق الحبيب وأيضا لا ننسى نحن في فلسطين لهيئة علماء المسلمين في العراق ولا للشعب العراقي كله ولكل فصائله المقاومة الذين رغم المحن والبلايا والرزايا التي نزلت على هذا الشعب الأصيل وعلى هذه الأرض الطيبة أنهم بقوا مع قضية فلسطين وصدحوا بها في كل الظروف القاسية والصعبة كما كانوا معها في أوقات الرخاء ولا ننسى للشيخ حارث الضاري رحمه الله عندما كان يكرر دائما ويقول مهما حل بالأمة من رزايا وبلايا فإن قضية فلسطين وقضية الكدس تبقى هي القضية الأولى وما بعدها دونها وكان يقول دائما رحمه الله البغداد والقدس وجهان لعملة واحدة وتحرير العراق تحرير فلسطين وتحرير فلسطين تحرير العراق وهذه النظرة الإيجابية وهذه النظرة المسؤولة الحقيقة هي ميزة من ميزاته رحمه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الهيئة الاستمرار بدورها وواجبها تجاه قضية العراق وقضايا الأمة كلها وبارك الله في إخواننا الأحبة الذين يقومون على شأن هذه الهيئة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عندما نتحدث ونذكر هيئة علماء المسلمين في العراق فلا يغيب عن خواطرنا ولا عن قلبنا ولا عن وجداننا ذاك العملاق الشيخ المؤسس الدكتور حارث الضاري رحمه الله هذا الشيخ الذي أراد في فترة عصيبة من تاريخ العراق تعرض العراق إلى أشد غزوتين استعماريتين غزوة من الشرق تستهدف هويته وانتمائه وغزوة من الغرب تستهدف خيراته ومصادرة قراره السياسي وكان هذا الشيخ المجاهد يعي تماما بوصلة العمل وبوصلة البناء للعراق فتحمل ما تحمل من الأصدقاء ومن الأعداء لتأسيس هذا المشروع الذي كان نواة لعلماء الأمة يحدد من خلاله خارطة الطريق في تثبيت الهوية والحفاظ على الانتماء للعراق ليبقى في حضن أمته وفي خط بنائها ومواجهة أعدائها وكانت الهيئة على مدار هذا الزمن وحتى بعد وفاته محافظة على العهد سائرة على الطريق لا تغير ولا تبدل تكون في كل أنشطتها ومناشطها مع أمتها تحافظ على بناء حركة الوعي وتحدد خارطة الطريق لا تميل هنا ولا تميل هناك ولا تقبل أن تفتنى بالإغراء أو بالترهيب من هذا الطرف أو ذاك وحافظت هذه الهيئة المباركة والتي أسأل الله عز وجل لها ونقياداتها الثبات وطول العمر والبقاء بإذن الله لحمل راية الإسلام وحمل راية هذا المشروع المبارك الذي يشكل ضمير هذه الأمة والذي يشكل الخط الصحيح الذي يمكن أن يكون بناء مشروع العراق بإذن الله معتمدا على هذا الفكر الوسطي الصيب السليم الذي يعبر عن ضمير هذه الأمة وعن عقيدتها وعن روحها ونسأل الله أن تأتي الأعوام وقد كبر دور هذه الهيئة واتسعت مناشطها وتعددت أهدافها وتعددت أعمالها بما يخدم الأمة وبما يخدم العراق وبما يحفظ لهذه الهيئة رسالتها وأهدافها ضمن خط البناء وضمن خط الدعوة الذي أراده لها مؤسسها عليه رحمة الله ورضوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في ذكر تأسيس هيئة علماء المسلمين بالعراق نستذكر تلك الهبة العلمائية والنجدة الأبية العربية والنخوة الإسلامية لثلة من رجالات العراق الفحول وأبناء الرافدين الكرام على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور حارث سليمان الضالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين وكذلك إخوانه الذين وقفوا في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي الطائفي الرامي إلى تفكيك العراق وتدمير حضارة ضاربة في القدم والنبوء إن هذه الهيئة المباركة المجاهدة في سبيل دينها وأبناء وطنها وأمتها لا تضرب مثلاً عالياً في التضحية والإباء وحفظ كرامة الأمة المكلومة التي تداعت عليها الأمم ورمتها عن عين وقوس واحدة وهي نحسبها والله عز وجل حسيبها أنها تقوم بفروض الكفايات التي عجز عنها الكثيرون من تعليم الناس وإغاثتهم وكشف المشاريع الإجرامية التي تنخر جسد الأمة العراقية وأمة الإسلام وتدافع عن حياض ما بقي من ثوابت أمة الإسلام وكرامتها نسأل الله عز وجل لإخواننا في الهيئة الإعانة والثبات ونسأل لهم الإخلاص والصواب والتوفيق وأن يديمهم عزاً لهذه الأمة رافعين لشأنها مدافعين عن حياضها ومعلمين لأبنائها عزة وكرامة ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم أجمعين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هيئة علماء المسلمين في العراق من أميز الروابط العلمائية في عالمنا العربي والإسلامي حيث تأسست 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وكانت تمثل واجهة لعلماء أهل السنة في العراق ولكنها لم تكن حالة علمائية دعوية علمية بحتة ولكنها ظلت تمثل أشواق الشعب العراقي في الحرية والكرامة والسيادة الوطنية والاستقلال ذلك لأنها رفضت ومنذ اللحظة الأولى الوجود الأمريكي في العراق والاحتلال الأمريكي في العراق ورفضت كذلك ما نتج عن ذلك الاحتلال من حكومة وما نتج عنه من دستور وما نتج عنه من عملية سياسية وظلت منذ ذلك التاريخ وهي تعبر عن الشعب العراقي وأشواقه في بناء دولة تعبر عن مكوناته المختلفة وتعبر عن تطلعاته في بناء دولة الحرية والكرامة ولكن لم تكن هيئة علماء المسلمين في العراق منكفئة على واقعها العراق بالرغم من أن الواقع العراق واقع مؤلم ومشكلاته مشكلات كبيرة لكنها لم تكن حالة منكفئة على واقع العراقي بل ظلت متفاعلة مع قضايا أمتها وقضايا محيطها العربي وخاصة قضايا المستضاعفين في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية ولنا كذلك خاصة في رابطة علماء أريتريا علاقات مميزة مع هيئة علماء المسلمين في العراق نشارك في مؤتمراتها ونتواصل معها ولنا معها عموما علاقات مميزة فالتحية لها والتحية للشعب العراقي الدكتور حسن سلمان عضو الأمانة العامة لرابطة علماء أريتريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لعلماء الأمة ودعاتها ممن شاركونا في شهاداتهم هذه التي نعتز ونفخر بها وشكرا مضاعفا لمن شاركنا هذه المناسبة في هذه الندوة وخارجها والآن مع الورقة الثانية لمسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري التي يتناول فيها رؤية الهيئة للعمل السياسي وجهودها في هذا المجال فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنوا على أهوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور ثامر على التقديم والشكر مصول للإخوة جميعا الدكتور رب الحميد العاني الذي سبقني بالحديث وللأخوة العلماء والدعاة المفكرين من أنحاء العالم الإسلامي الذين أذلوا بشهاداتهم عن الهيئة في ذكرى تلسيسها السابعة عشر الشكر لهم وبرك الله فيهم على حسن ظنهم بالهيئة ومتابعتهم لنشاطاتها وجهودها وتعاونهم حديث الآن سيكون عن الجانب السياسي في مشاطات وأعمال هيئة علماء المسلمين في العراق وهو جانب المهم من جوانب لعمل الهيئة منذ تأسيسها وحتى اللحظة هيئة علماء المسلمين انطلقت بعد تأسيسها بأيام في عمل جاد ودوب على كل مستويات وقد أظهرت ورقة الدكتور رب الحميد كثيرا من هذه الجوانب وفي الجانب السياسي تحديدا كانت الهيئة منذ اللحظة الأولى تتابع كل ما يجري في العراق اللي كانت قبل الاحتلال بحكم أن كثيرا من أعضائها كانوا من مؤسسة رابطة العلماء العراقيين في الخارج التي أصدرت عدة بيانات وفتاوى شرائية تتحدث عن موضوع غزو العراقي واحتلاله وتحذر من ذلك وتهيب بالأمة جميعا وبالعراقيين خصوصا القيام بواجبهم للتصدي للاحتلال وهكذا وصل أعضاء الهيئة جهودهم في هذا المجال ونشطوا الجانب السياسي وما يتعلق به من جوانب إعلامية وفكرية وثقافية الهيئة منذ البداية كانت تعلم تماما أن هذا الاحتلال له شقان شق أسكري وقد وقع وشق سياسي من خلال مشروع الاحتلال السياسي الذي سيحاول أن يحرمه في العراق وقد وقع هذا أيضا من خلال إعلانه لمجلس الحكوم على أسس أرقية وطافية حينها لما وجدت الهيئة الساحة فارغة ممن يعمل في المجال السياسي للتصدي للاحتلال بادرت إلى العمل في هذا المجال بكل ما تستطيع من قوة واستندت في عملها هذا إلى رؤيتها الشرعية والفكرية وعلمها التام بأن هذا الواجب واجب التصدي السياسي للاحتلال هو واجب وقت وعلى العلماء أن يقوموا به إذا لم يقوم به غيرهم فهو متعلق بهم أساساً وقبل غيرهم ولكن جرت العراق في العادات أنه يترك المجال لمن يريد أن ينشط في هذا المجال برؤية صحيحة وفكر سليم بالتعاون مع علماء الأمة للعمل وهذا ما عليه الحال من كثير من الحركات والدعوات الإسلامية ولكن الرضا في العراق مختلف فالعمل فيه كان عملاً سياسياً في ظل احتلال وهنا المفارقة كثيرون للأسف يقعون في الخطأ أنتم يقيسون حالة العراق بعد الاحتلال على حالة العراق قبل الاحتلال أو على حالة بعض البلدان العربية والإسلامية الأخرى قبل الاحتلال نحن لا نتحدث هنا عن عمل سياسي لحركات أو جهات إسلامية في ظل أنظمة المستبدة وإنما نتحدث عن عمل سياسي في ظل الاحتلال والعمل السياسي في ظل الاحتلال من وجهة نظر الهيئة يقوم على ثلاثة أسس أو هو يدور في ثلاثة دوائر دائرة الرئيسة وهي دائرة العمل السياسي المفتوح لكل إنسان لا يحجر على أحد في ذلك سواء كان من علماء الشريعة أو طلبتها أو من غيرهم والدائرة الثانية هي دائرة العمل السياسي المناهض للاحتلال بدون التلبس بالدخول معه في عملية السياسية والدائرة الثالثة وهي الدائرة الأصغر الدخول في العمل السياسي والعمل السياسي مع الاحتلال وهذا ما كانت تربط الهيئة فإذن هناك ثلاثة دوائر الدائرة الأولى عامة والهيئة تنشط فيها والدائرة الثانية هي واجب الهيئة وعمل وبيات انتقادها فقط لدائرة العمل السياسي مع الاحتلال وضمن مشروع الاحتلال وبما يضفي الشرعية على مشروع الاحتلال هذا هو اعتراضه على العمل السياسي وهذا هو الفرق بين عملها السياسي وعمل غيرها من القوى والجهاد والأحزان وقد نبهت الهيئة على هذا مبكراً فأول إصدار لهيئة علماء المسلمية في العراق في عام 2004 في مرحلة مبكرة من تاريخ الاحتلال في العراق أصدرت كتاباً تبين رأيها ووجهتها السياسية الشرعية وفكرها فيه والكتاب والنظام الرأي والفتوى والسياسة الشرعية لهيئة علماء المسلمين في العراق وضعت فيه حدود هذه الدواءة الثلاث التي تحدثت عنها ونشطت لتطبيق هذا على عرض الواقع ثم عقبتهم بالإصدار الثاني الذي يتحدث عن هيئة علماء المسلمين التعريف والمفهوم وأوضحت فيه رؤية الهيئة للعمل السياسي ومجال عمل الهيئة في هذا السياق ثم استكملت كل ذلك بإبراز بعض أفكارها ومشروعها السياسي بإصدار في عام 2006 بعنوان المشروع الوطني المناهر للاحتلال فإذن رؤية الهيئة للعمل السياسي تقوم على أنه العمل السياسي واجب وقد يتعين على بعض الجهات والأفراد كما تعين علينا في هيئة علماء المسلمين بعد الاحتلال ولكن للعمل في مشروع وطني مشروع مقاوم مناهر للاحتلال لا العمل مع الاحتلال وهنا يظهر خطأ بعض من كان يشنع على الهيئة ويثير لقاول هنا ويقول الهيئة تنكر العمل السياسي وهذا لا يقبله عاقل كيف تنكر ما هو حق لكل إنسان أولا وكيف تنكر ما هو واجب عيني على العلماء وطلبة العلم بعد الاحتلال لكن الفرق كما دينت أننا في الدائرة الأولى دائرة العمل السياسي العام ونحن ناشطون في الدائرة الثانية دائرة العمل السياسي المناهض للاحتلال ولكننا لم ولن نقبل العمل في إطار الدائرة الثانية التي دخل إليها بعضهم للأسف فاختلت عنده السياقات والموازين والضوابط وبدأ يفصل بين ما هو فقه كما يقوله ما هو سياسي ما هو ديني وما هو دنيوي ما هو شرعي وما هو غير شرعي وبدأ ينظر لعلماء الدين وأنه ينبغي عليهم أن يوجهوا ويكتفوا بالفتاوى الدينية بعيدا عن النشاط السياسي على الرغم من أن العملية السياسية بغض النظر عن موقفنا الرافض لها تشترك فيها أحزاب دينية صريحة وأحزاب دينية طائفية بل وأحزاب دينية طائفية وأحزاب علمانية أو علمانية بغطاء مرجعيات دينية وأوقر هذا الأمر حتى في الدستور المسخ الذي توافقوا عليه فإذن لم ينكرون على غيرهم وهم يقومون به المهم أن الهيئة لم تلقبالا لهذا الأمر ونشطت كثيرا في هذا المجال على كل الأصعدة فعلى سبيل المثال تولت إصداراتها في هذا السياق تولت مؤتمراتها وتولت ندواتها وتحالفاتها السياسية وتحالفات السياسية مع قوة وطنية أخرى في العراق ومشاركتها أيضا في المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية وجولات الواسعة خارج العراق في البلدان العربية والإسلامية وحتى في بعض البلدان الغربية للتعريف القضية العراقية ثم دخول في مجال العمل الميداني في الجانب السياسي ومن أشهر ما قامت به في ذلك الوقت والندوات الثلاثة عن الدستور وكيفية كتابته ومساوئ الدستور المقترح وقد أقام ثلاثنا كما قلت ثلاثة لقاءات موسعة لكل القوى السياسية والنقابات المهنية المعنية بهذا الموضوع في مقر لها في جامع أم القرى في بغداد وخلص المجتمعون جميعا من كل الأطياف إلى ضرورة كتاب الدستور عراقي حقيقي كامل ولكن ليس في ظل الاحتلال وليس في ظل هيمنته وليس وفق سياسة المحاصصات الطائفية العراقية مع ضرورة عدم تضمنه لما يؤثر ويؤدد وحدة العراق واستقلاله وقد صدرت رؤية الهيئة عن هذا الموضوع في كتاب الدستور صدر في عمل فيها نسبة وهكذا استمرت الهيئة في جهودها هذه وكتبتها طبعا جهود إعلامية وثقافية لضاحي هذه الصورة وما زالت الهيئة ترى بأن العمل السياسي في ظل وجود الاحتلال هو واجب شرعي إذا لم يقم به أحد ترتب الإثم على جميع العراقية فانبرت الهيئة للقيامة وواجبها ورفعت هذا الذي كان باعتباره واجبا عينيا عليها وكفائيا على غيرها ومن هنا كان على قسم سياسي وقسم الإعلاقات وقسم مهني وقسم الإعلامي وقسم ثقافي وكل هذه الأقسام معنية بدرجة أخرى للعمل السياسي ومناشطه في الحياة العامة فضلا عن ذلك فقد عملت الهيئة على توسع دائرة عملها ونشاطها السياسي فبدأت تعرف القضية العراقية على مستوى الدول أيضا وكانت لها زيارات لعمين العام الراحل الشيخ عارف الظهري والإعضاء الأمان العامة في الهيئة ومن تحدثين باسمها لعدد من الدول العربية والدول الإسلامية من أجل عرب القضية العراقية كما هي لا كما تووج بعض وسائل الإعلام وأيضا من أجل إضاحة ما يجري في العراق من انتعاكات لحقوق الإنسان وشاكل كبرى وطلبا لإهتمام الدول العربية تحديدا بالملف العراقي وإيلاء هذه القضية لإهتمام الكافي ومن ضمن النقاط التي ركزت عليها هذه الزيارات هي التعامل مع القضية العراقية كل اللاجزاء والانتباه إلى كل المشاكل التي تعرضت له العراقيون من الشمال إلى الجنوب وعدم تقديم الدعم للحكومات المستمرة حكومات الاحتلال التي قامت بعد الاحتلال وعدم إطباء الشرعية وعدم إقامة العلاقات معها لأنه مستفيد من هذه العلاقات أولا وآخرا هو النظام الإيراني الساند الأساس والرئيس بعد الاحتلال الأمريكي للعملية السياسية في العراق وهذا ما نجني للأسف أقول بكل مرارة ثماره المرى الآن الواقع الآن يشهد لصحة رؤية الأيئة والإستجرافية المستقبل يتخوفها وتحذيرها بداية من أن النفوذ والهيمن الإيرانية سترحى بمثابة احتلال حقيقي للعراق وهو ما يحصل الآن فإذن رؤية الأيئة للعمل السياسي تقوم على أنه ليس حكرا على جهة أو حزب معين وأيضا تقوم على أنه لا ينبغي للفقيه ولعالم الشرع فيكون ظلا أو تابعا لهذا الحزب السياسي أو تلك القوة السياسية مهما كانت يضفي على مواقفها السياسية الشرعية من خلال فتاوى تفصل تفصيلا على وفق الأراء السياسية على خلاف ما هو مفروض في الأصل شرعا وعقلا وواقعا في الأصل أن تكون الفتوى الشرعية والخطاب الشرعي المتعلق بقضايا السياسة الشرعية في الأساس تصدر عن المرجعيات الشرعية العلماء المفتين وعلى ضوء هذه الفتاوى وهذه المواقف الشرعية وهذه التوجيهات والنصائح يعمل الناشطون في المجال السياسي ممن يحملون أو يرفعون الشعار الإسلامي ولكن كما قلت للأسف نجد أن الشعار قد يكون إسلاميا ولكن تطبيقات على الأرض تطبيقات أكاد لا تموت لهذا الشعار المرفوع لأنه لا يمكن تصور حزب إسلامي حركة إسلامية جهة إسلامية سياسية مفكر إسلامي سياسي إسلامي يقبل ويرضى لفصل الدين على الدنيوي أو يقبل بأن يصنف الناس بأن هؤلاء علماء شرع عليهم الفتوى الخاصة بالقضايا الدينية وأن هناك رجال سياسة عليهم العمل في الجوانب السياسية وإذا محتاجوا إلى فتوى يلجأون إلى هذا أو ذاك من أجل استحصالها لتبرير مواقف لا من أجل وضع قواعد وخطوط عم هادية للعمل وفقها فإذن رؤية الهيئة تقوم على مستنة شرعي فيما يتعلق بميادين العمل في السياسة الشرعية ومجالات هذا العمل وضوابط هذا العمل فضلا عن ضرورات وحاجات آنية تعرض لها العراق فاضطروا فاضطروا العراقيون جميعا إلى سلوك سبل كثيرة كانت أو كانوا يحتاجون فيها إلى من يأخذ بأيديهم وأن يدلهم على ما هم فيه وما هو الصالح لهم وما هو غير الصالح وأختم بأن هذا النشاط السياسي كانت له أصلاح وعربيا وإسلاميا وعالميا وأن جهات كثيرة إسلامية وغير إسلامية تتعامل مع الهيئة وفقها المنظر وبدون أي خلفية مشككة كما وجدناها الأسف من بعض الإسلاميين في العراق والذين يرفعون الشعار الإسلامي في عملهم السياسي كانوا يجدون حرجا في التعامل معنا وللأسف أحسسنا بأن هناك نوع من التنافس السياسي وكان هناك سباق محموم على ساحة أو شريحة أو مكون أو فئة من الشعب العراقي وهو أمر أبعد ما يكون عن تفكيرنا في هيئة علاماء المسلمين فلسنا في وارد المشاركة في العملية السياسية في ظل الاحتلال ولسنا في وارد المشاركة في كل تفصيلات التي لم تجلب العراقيين إلا الويل والثبور وهو ما يوانونه الآن وأختم بتوجيه الشكر لجميع من شاركنا في هذه الندوة أو من أرسل لنا تحييته وتهنياته ومناسة التقرى السابعة عشرة لتأسيس الحياة وأيضاً أوجه التحية لشباب العراق لثوار العراق لثوار ثورة تشهرين وهم إلى الآن يحملوا مشعل هذه الثورة وينطبقون على الأرض الأفكار والمعاني والآراء والمنطلقات والتخوفات التي أعلنناها منذ الساعة الأولى للإحتلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للدكتور موثنى حارث الضاري على هذا العرض الموجز والوافي بنفس الوقت وشكراً للدكتور عبد الحميد العاني على ورقته وشكراً للعلماء الأفاضل وشهاداتهم ومواقفهم ومشاركاتهم وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حسن استماعكم ومشاهدتكم أحبتنا الكرام وإلى لقاءات أخرى لاستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته